هذا الميدان اشواطي هذا المساء الختام سيف الرئيس يواصل انطلاق في ثالث اشواطي هذه الامسية سيف المحليات الذي يعلن من خلال هذه اللحظات ايضا اندفاع في هذا الاداء المميز في هذا الشوط المثير في استكمال هذا الختام وذروة السلامي في هذا المهرجاني مهرجاني ختام الوثبة لابناء القبائل عشرين واحد وعشرين حيث بدأنا باول الاشواط وكان سيفا خاصا بالحول المفتوح ثم جاءت مندقية الزمول المفتوح وهنا ايضا نواصل العطاء والتحدي مع هذا الشوط الخاص بالمحليات وخنجر المحليات في انطلاقه مع هذه اللحظات اصير الى المقدمة وتابع الثلاثية التي تقود هذا الانطلاق بشعار فري بن علي بن حمود الظاهري مع هذه الاسماء الثلاثة الاولى الشعار الاقتصادي يبدأ بافتتاح هذه الانطلاق وهنا من خلال هذا المسار الصدارة للوطن في المركز الاول بينما المركز الثاني حفلة تأتي على المركز الثاني وفي المركز الثالث حملولة وشعار سعادة فري بن علي بن حمود الظاهري الذي يطلق العنانة لثلاثة من هذه المحليات على المميزات هجن الدار والاصالة والانطلاقات المركز الرابع نذهب الى رابع المراكز اليافل في رابع المراكز محمد بن علي بن سعودي الاشتبي مع هذه الانطلاقة والتحديات والاثارة المركز الخامس عودة وذهاب الى نجلة نجلة سيف بن علي بن كليب الاشتبي الذي يطلق ايضا نجلة في هذا الانطلاق في هذه اللحظات مع اندفاع مميز يسير في هذه اللحظة الى المركز الخامس ويحمل انطلاقة نجلة سيف بن علي بن كليب الاشتبي في هذا التحدي والمسار خماسية على المقدمة لكن هذا الشوط يختلف عن سابقه يختلف في مناوراته يختلف في انطلاقاته يختلف في طموحه مع كل المشاركين والقادمين مع هذه اللحظات للتنافز في هذا الشوط نيل هذه الخنجر الخاصة بالمحليات في انطلاق التحديات في مسار الكبار وانطلاق الكبار اعود الى المقدمة حفلة 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 على المركز الاول سعادة فري بن علي بن حمود الظاهري تعلن تواجده على المقدمة ليحتفل الاقتصادي ايضا في ثاني ايام الرموز وختام الرموز كما كان الاحتفال في يوم الثناية بالانطلاقة المميزة التي صارت مع زريج في تحديات كعس الكوس المركز الثاني نجلة في المركز الثاني سيد بن علي بن كريب الاشتبي ممثل المدام الحاضر دائما بشعاره المتميز في كل المفاجآت في كل التحديات ومع كل الانطلاقات اليافل على ثالث المراكز محمد بن علي بالسعودي الاشتبي الذي يطلق ايضا هذه الانطلاقة من العين دار الزين الى هذا الميدان المركز الرابع الوطن في رابع المراكز ايضا ولكن هناك وجود الوطن في المركز الرابع سعادة فري بن علي بن حمود الظاهري من خلال هذه الاسماء بينما المركز الخامس اعودوا الى هجر خالد بن فيصل بن شريم المري مرحبا بهذا الشعار مرحبا بهذه المنافسة مرحبا ابا فيصل ما شاء الله دائم التواجد في القمم في التحديات في الانطلاقات في المحليات في هذه الاسماء المتميزة التي تسير مع هذا الشوطن تواصل الانطلاقات تواصل التحديات مع منتصف المسافة تقريبا من خلال هذا الاداء المميز المركز السادس ولا بد من ذكرها هي الدكتورة بشعار سيب بن علي بن كريب الاشتبي تنضم الى كوكبة المقدمة التي تسير مع الاسماء الأولى لنتعرف من هي صاحبتي هذا الخنجر من هي صاحبة التحدي والإثارة في هذا الانطلاق المثير ما شاء الله وتبارك الله اندفاع لازال على المقدمة على البداية حفلاوي حفلاوي شوط المركز الاول حفلاوي واذكرنا بحفله واسم حفلة المميز سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري اصراره الدائم على ان يكون دائما في قمة القمم وفي قمة التحديات وفي قمة الانتاج المتميز في هذه اللحظات المركز الثاني وجود اليافل محمد بن علي بالسعودي الاشتبي على المركز الثاني وبن كليب ممثل المدام يأتي بالدكتورة ونجلى ايضا بتحدي ثنائي مع المقدمة يصارع المقدمة ينطلق مع الصدارة يقود هذه الكوكبة الى مقدمة الشوط المركز الخامس مع انطلاقنا وجود المركز الخامس والوطن في خامس المراكز سعادة فري بن علي بن حمود الظاهري في هذا المساء المميز خمس خمس على خمس ونحن هنا نطالع لحظات الوصول الى جسر العبور مع هذه الانطلاقة خماسية على المقدمة في موقع واحد اثارة ما بعدها اثارة الى اين الخنجر الى اين هذا التفوق الى اين هذه الجائزة مليونين ونصف المليون ندرهم ايضا مع هذا الخنجر الذي يعلن انطلاق في هذا الشوط المثير الله 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 لا تزال الامور لا تزال الامور على مواقعها مميزة حفلة احتفل حفلة تقود المقدمة تقود الصدارة تقود المركز الاول تعلن تواجدها على قمة القمم في البداية من خلال هذه الاسماء الاولى التي تقود هذا الانطلاق الحاسم يؤكد انه يريد الاحتفال مع اللحظات الاخيرة الدكتورة تتقدم الى المركز الثاني سيد بن علي بن كليب اهل اشتبهي من خلال هذه الاسماء فحص ميداني في هذا الاداء هنا مع ممثل المدام اليافل على المركز الثالث محمد بن علي بن سعودي اهل اشتبهي وصراع المقدمة دائما من خلال هذه الاسماء تقدمت الوطن تقدمت الوطن للمركز الرابع سعادة فري بن علي بن حموده الظاهري وهنا على المركز الخامس نجلة في خامس المراكز سيد بن علي بن كليب اهل اشتبهي مع هذه على اسماء التركيز من الجميع التركيز من الكل التركيز من الاقتصاد التركيز في هذا الاداء ثنائية الاقتصادي تقود المقدمة في هذه اللحظات مع انطلاقة حفله والوطن حفله والوطن اسمين غاليين ايضا على هذا الشعار وتحدياته وانطلاقاته المركز الاول حفله والمركز الثاني ايضا تتواجد الوطن في ثاني المراكز سعادة فري بن علي بن حموده الظاهري هجر وصلت هجر وصل ايضا احد شعارات المملكة المميز خالد بن فيصل محمد بن شريم المري هناك المركز الرابع اعودوا الى بالسعودي اعودوا الى اليافل محمد بن علي بن السعودي يريدها عينوية يريدها ايضا بقمته يريدها دائما مثل هذا الشعار المركز الخامس عوده الى نجلة في خامس المراكز سيد بن علي بن كريم الاشتبيه مع هذه الاسماء التي تتميز بهذه الانطلاقات التركيز عالي كيلو ونصف الكيلو مع هذه اللحظات مع هذه الانطلاقات مع هذا المسار تقدم تقدم حفله حفله الوطن 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 تنافس حفله بنفس الشعار ثنائية المقدمة مع هذه الاسماء تطير هنا مع هذه اللحظات بالشعار الاقتصادي المميز سلام مع هذه اللحظات الحزام الأخضر الكيلومتر الأخير يفتح الأبواب للقادمين حر كمن تريد الفوز بهذا السيف الفوز بهذا الانطلاق الوطن على المركز الأول حفله بالمركز الثاني فري بن علي بن حمود الظاهري مع هذا الاداء الممتاز مع هذه اللحظات هنا المركز الثالث نعود مع ثالث مراكز الذيبة التي يتصل في هذه اللحظة إلى المركز الثالث وانطلاق قادم من معراض محمد بن عبدالله بن بدر العامري الذي يطلق أيها العنان مع معراض على المركز الثالث اليافل وصلت وصلت الشامخة عيسى بن علي بسعيد بن درود وهناك أيضا وهناك إذن وجود رغد رغد راشد بسعيد بن غدير اللي تأتي في هذه اللحظات اشتد الصراع انطلقت الأسماء هنا مع المقدمة مع هذه اللحظات مع هذا الاداء مع هذه اللحظات اليافل 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 ولكن أتابع الشامخة الشامخة عيسى بن علي بن دري المنصوري واليافل على المركز الأول في هذه الأسماء القادمة القادمة وصلت هنا وصلت مع هذه اللحظات مطرة أحمد بن مطر بن ميد الخيلي رجل لمتار رجل لمتار رجل لمتار اليافل الشامخة في هذه هو مطرة تمطر سحاب هذا الميدان إلى رماح مباشرة إلى رماح رجل لمتار يأتي بالأمتار ينطلق في هذه اللحظة إلى المقدمة ولداء أحمد بن مطر بن ميد آل خيلي ما شاء الله تبارك الله سلام يرماح سلام يرماح الخنجر إلى رماح في هذا الشوط المركز الثاني اليافل محمد بن علي بن سعود الشامخة في المركز الثالث عيسى بن علي بن سعيد بندري المركز الرابع وجود أيضا منصور أحمد بن غانم بن سلطان الهديفي والمركز الخامس تدخل سلطة محمد بن سعيد بن محمد العامري ما شاء الله تبارك الله جاء الرجل الأمتار ليخطفها في آخر الأمتار كعادته دائما من خلال المشاركة والتواجد والانطلاق هذه هي مطرة مع اللحظة الأخيرة طارت أيضا بهذا الشوط وانطلقت بقمة أدائه انطلقت بقمة تحدياته مع هذه اللحظات والتوقيت الزمني 12 دقيقة 31 ثانية و7 من العجزاء من الثاني تهانينا والناموس حمد بن مطر بن مايد الخيلي على هذا الأداء المركز الثاني عليها في الـ 1232 بالوفا والتمام والكمال شكرا محمد بن علي بالسعودي آل اشتبي المركز الثالث تواصلت انطلاق عدد الشامخة عيسى بن علي مسعيد بن سرود 32 ثانية و5 من الأجزاء من الثاني المركز الرابع لا بد ان ذكر الاسماء في هذا الشوط شوط كبير يحمل أيضا وجود الهديفي مع منصورة حمد بن غانب بن سلطان الهديفي 32 ثاني وهنا 12 ست ثلاثين ثاني 4 من الأجزاء من الثاني المركز الخامس وهي سلطة محمد بن سعيد بالشيلة العامر